اشتركوا في القناة بألف طريقة وشكل المنظمين للمهرجان اعتبروا رفع الاعلام مبررا من وجهة نظرهم الشعوب كما تعلم عاطفية والشعوب اصبحت الان يعني تفقى وتعقل كثير من ماجهة حولها فهي يعني لا يخفى عليها ان اكبر داعم في الحرب على غزة كان قطر وكان دعمها واضحا وذا ننسى الدعم التركي ودعم رئيس تركية اردوغان عندما صرح ان هذه حرب صريبية ضد غزة يعني هذا عندما ترفع اعلام قطر وترفع اعلام تركية فهو تعبير بسيط من الشعوب في الاردن وفي مجتمع المحلي هنا بانهم يردون لهم الجميل ويردون الجميل لمن وقف معناها غزة سبق وان شاهدنا اعلام رابعة وتركية وحماس وغيرها في فعاليات الاخوان المسلمين ما يؤكد تمسك الجماعة بالصفة الدولية ولكن تعتبر هذه المرة الاولى التي ترفع فيها الاعلام القطرية ولكن قطر ايضا قامت بالامس بالرد السريع باثارها العلاقات الدولية على علاقتها مع الجماعة لكل من يعتقد ان هناك حليف دائم او هناك علاقات دائمة سوى سلاح المقاومة ومقاومة وحدها فيبدو ان الاخوة في الحركة الاسلامية عموما والاخوان المسلمين لم يلتقطوا هذه الرسالة وركضوا دون وعي حقيقي نحو قطر وتركيا ليجدوا ان التحالف الذي حدث الان والذي هو مركب من نهاية حكم الاخوان المسلمين في مصر قد اصبح اقوى ولا تستطيع قطر ولا تركيا ان تقدم الحماية او الدعم اللوجستي والماد المطلوب لحركة الاخوان المسلمين فبالتالي عليهم مراجعة حساباتهم والوقوف الى جانب قضايا الامة والمتمثلة بالمقاومة ودعم نهج المقاومة المتمثل في كل من سوريا وحزب الله وإيران قائمة المغادرين من الدوحة طالت سبعة من القيادات الاخوانية الذين قدروا الدعم القطري حتى في هذه الخطوة مراعين وضع الدوحة المتوتر مع السعودية والامارات العربية المتحدة التي انسحبتا سفرائهم وقطعتا العلاقات بقطر لدعمها الاخوان وها هي تخطو على طريق جبر الكسر القطري الخليجي الذي لابد منه خاصة في وقت يتم فيه الحشد لمحاربة ما يسمى بالدولة الإسلامية عبدالله الكفاوين رؤيا اشتركوا في القناة